مرحبا عم بعمل هيدا الفيديو من بعد سبعت عاش تشرين من بعد ذكرى السنة على سبعت عاش تشرين تأحكي اشي كتير مهمة و اشيه ما بتنحكها بس هيدا لازم تنحكها اليوم في امور عم بتصير يلي منشوفه بالظاهر و بالإعلام شي بس يلي عم بيصير بالكواليس شي مختلف تماما في كتير امور مهمة اليوم عم بتصير يعني اليوم الشعب اللبناني يجب يعرف انه بالاحصاءات عم بيبين انه ستين او سبعين بالمية من الناس بطلوا مع الطبقة السياسية يعني هود الستين وسبعين بالمية بيشكلوا خطر بحالة واحدة هي انه يقدروا يتمثلوا سياسيا بحدا بحدا جديد اذا قدروا تمثلوا هالستين وسبعين بالمية بيطيروها للطبقة السياسية وهيدي الشغلة الوحيدة اللي بتشكل خطر عالطبقة السياسية وكل الباقي ما قالوا معنا اليوم الطبقة السياسية بلبنان كتير خبيثة بتعاطى بطريقة كتير خبيثة يعني بنفس الوقت بتلاقوا الحزب هو بالسلطة وعنده وزرات وبنفس الوقت بتلقوه معارض وبنفس الوقت بتلقوه بالثورة وبنفس الوقت بتلقوه متحالف مع فريق وبنفس الوقت ماشي ضده يعني انا بقى اذا كان فريق مسيحي بيعمل تفاهم مع الفريق السني بس كمان هو ضد الفريق السني يعني كل شي بيعملوا عكسه هلا اليوم بلبنان شو اللي صار معنا وراح اشرح لكم كل شي وراح اعطي التفاصيل رأي لكم شو عم بسينا كل الناس لازم يعرفوا هيدا امر كتير كتير خطير من بعد اتفاقية الطائف صار في ثلاث انتفاضات بلبنان اول انتفاضة صارت بالالفان وخمسة انتفاضة الفان وخمسة اللي هي من بعد اختيار رئيس الحريرة قام الشعب اللبناني تطلب توقف التدخل السوري باللبنان وخروج الجيش السوري من لبنان يعني انهاء الوصاية السورية هيدا الثورة بوقتها اجت جزء من الطبقة السياسية اجوا ركبوا عليها وكانوا قادرين بوقتها يركبوا عليها اخذوا المنصات وطلعوا حكيو وكلكم بتعرفوا ما يسمى با 14 قدار ومن خلال ركوبهم على هيدا الموجة تبعد 14 قدار قدروا استثمروها واخدوا نواب البرلمان واخدوا اكترية وبدل ما يبنوا دولة ويكافحوا الفساد ويوقفوا الوصاية رجعوا تحالفوا مع 8 قدار ورجعوا تحالفوا مع سوريا وتحاصصوا البلد وكملوا بالسرقة وغرقوا البلد بديون اكتر لحديت ما اجت انتفاضة 2015 في 2015 بطلوا قادرين يركبوا هني على الثورة بشكل مباشر خلق ناس جديد من الشارع نعرف ما يسمى بالحراك بس كمان قدروا استوعبوا هيدا الحراك خلال اشهر في ناس قدروا اشتروهن واللي ما قدروا اشتروه شبهولوا صورته بالاعلام وانطفت انتفاضة 2015 لحديت ما اجت السبعة عشر تشرين سنت الماضي سبعة عشر تشرين اول اسبوع منه شي وبعد اول اسبوع عفتنا بشي تاني اول اسبوع نزلوا الناس بشكل عفوي كل العالم نزلت عالطريق تتقلوا خلصنا سرقة وخلصنا نهب بنا نعيش بكرامتنا بلبنان ضغلة طبقة السياسية تحركت على هيدا الموضوع يعني اليوم خينا نحكي بكل صراحة الكل اللي بيعرف انه بعد كم يوم من سبعة عشر تشرين فاتوا احزاب اربعة عشر قدار على الثورة بشكل غير مباشر كانوا هني عم يسكروا الطرقات القوات البنانية حزب التقدم الاشتراكي وطيار المستقبل ووزعوا المناطق بين بعضهم وكان كل حزب هو عم يسكر طريق بعدين يجي الاعلام يحكي معهم يجي يحكوا مع الناس يقولوا نحنا مع الثورة ونحنا مستقلين لانه ما كانوا قادرين يبينوا يعني عم يفوتوا بشكل غير مباشر هلا بعد سنة صاروا عم يحكوا بشكل مباشر صاروا يقولك نحنا الثورة نحنا عملنا الثورة اليوم انا لاي افتحت هذا الموضوع لانه اليوم اتخذ قرار من قبل الطبق السياسي بانهاء تحرك سبعة عشر تشرين يضربوا وهذا الشي اللي نحنا بدا نوقف بوجه اليوم بتقول لي كيف عم تحكي هاك وليا عم تحكي هاك السياسيين بلبنان والأحزاب اليوم مثلا انتو بس تحكوا بتحركات شعبية بلبنان مين بيعمل تحركات شعبية في شي اسمه اتحاد العمالي العام اتحاد العمالي العام وينو من سبعة عشر تشرين الى هلا معاش الموظف صار ٢٣٠ دولار وينو اتحاد العمالي العام اتحاد العمالي العام يلي هو الجسم الموجود بلبنان يلي هو مفروض يحرك الشارع ضد السلطة السياسية السلطة السياسية من زمان فاتت فيه وخرقته وهي نققت المرشحين تبعه وهي نققت الهيئات تبعه وعطلته بالكامل تخيلوا الشعب اللبناني ميت من الجهور الاتحاد العمالي العام نايم لانه بلعته الطبقة السياسية ونفس الشي عم تعمل بالثورة بتفوت من خلال مجموعات بتوجه الثورة بشكل انه تصل لحياة مسدود يعني مثلا الثورة مقل ايادة الثورة كل الناس ثورة لانه ممنوع يكون في ايادة بيعمل اشياء بسخفوا الثورة بفوتوا مجموعات كل حزب سياسي عنده مجموعاته والمجموعات التابعة على الاحزاب السياسية بقلب الثورة هي المع مصاري هي المع تمويل هي اللي بتطلع الاعلام انتو شوفوا كل اللي بيطلعوا عوسائل الاعلام من السوار ما راح اقول كلهم بس تسعين بالمية منهم هودي عم يشتغلوا حسب اجنده هو طبعين لحزاب سييسية هودي طلعين تيكونوا هني وجه الثورة تيوصل نهار معين يضربوها للثورة والمدرسة اللي بتخرجن لهودي السوار هو مارسيل غانم شو اسمه صار الوقت هيدا استوديو الفان طبع الثورة هودي بيطلقون ويزدون ويدعمون على السوشال ميديا وبيفتحوا لهم مجال انه يقلعوا على المينستريم يعني على الميديا العادية وبيصيروا هن بالواجهة اليوم مثلا بالحراك المدني اللي صار بالالفان وثمانتاش انا رح اوصل للي صار مبارحة وكيف كان في محاولة لالغاء سبعة عشر تشرين لانه انت وقتل بتلغي سبعة عشر تشرين لالفان وعشرين وانت منك قادر تعمل سبعة عشر تشرين خلص هي ضربة قاضية انت انتهت سعد الحريري خميس الماضي طلع اعلن انه بده يشكل حكومة نهار الجمعة تاني يوم كلكم تتذكروا قالوا انه بسبب كورونا تم الغاء سبعة عشر تشرين انه شو هالثورة اللي بتلغيها كورونا نهار الجمعة ونهار السبات يعني في كتير ناس صادقين مع الثورة عملوا جهد كتير 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 كبير تا من خلي هالذكرة تنلغى وقدرنا نجحنا والجهة اللي كانت عم تلغي اللي هي اسمها انا خط احمر لقيت انه كل الناس مشوا بالمظاهرة بقيوا وحدهم رجعوا فاتوا ورجعوا هن عم بنزموها هلا بس نحكي رح احكي على السطن هيدا وفي مجموعات غيرهم بنا نحكي كل شي لانه جماعة خطرين وصلوا لمحل عم بيدربوا ثورة سبعة عشر تشرين ثورة سبعة عشر تشرين هي سبعين بالمئة من الشعب اللبناني هيدا الثورة لازم ينتج عنا لازم تفرز ايادة سياسية تخوض انتخابات نيابية وهي تطيح بالطبقة السياسية هيدا الشي اللي عم بيخلوه يصير بواسطة مجموعات تاب على السلطة بدعم من الاعلام بتمويل مالي بتلاحظو مثلا مثل شخص مثلي انا ممنوع اطلع على تلفزيون ممنوع يعني فيه فاتو وفي كتير ناس فيه لسة ناس هودة اللي ما ننشرو هودة اللي ما قدرو يشتروون او ما قدرو يكودرون ضمن مجموعات تاب على السلطة هودة بيحطوا عليهم اكس ممنوع يعني ممنوع يشاركوا باجتماعات ممنوع يطلعوا على الاعلام ممنوع يعملوا شي وكل مجموعاتهم بتندعم أسبوع الماضي بس الحريري قال إنه أنا بدي شكل أحكومي تاني يوم طلعوا قالوا ما في 17-20 لأنه في كورونا والمجموعة اللي قررت هيدا الشي هي اسمها أنا خط أحمر رجعوا بس لقوا حالهم لحالهم متماقل في الكون برموا ومبرحة كانوا هني عم ينظموا طيب نزلنا على 17-20 عاملين كرنفال يا خي في ناس ميتة في ناس مدمرة بيوتة في ناس ميتة من الجوع خي في ثورة بلبنان في ثورة ناس جعانين شو عم تعمل كرنفال عم توزع أوسمة وعمل أنت ومشعل وما مشعل شو قال المسخرة يعني يعني قال آه هو بينظموا خي بينظم إفنت بكرة بس يكون في عرز منجيبه ينظم عرز هيدي ثورة ثورة ناس مقهورين بس من وين تمويلك؟ بان إحنا رجال أعمال معنا مصاري خي أنت رجل أعمال أنت منك منك سير يعني منك جعان وما بتعرف شو الجوع وما بتعرف الناس شو عم بتحس سخفوا المناسبة سخفوا انه شو بعد بقلقني مظاهرة الجا شو منعمل يعني منرقص لدانسو دي كنار انه منحتفل بالثورة هيده مصخرة كلها لازم توقف وكل الناس لازم تعرف وكل الناس اللي بالثورة مسؤولين كل واحد في قليل شبهات بعدين الشبهات مش بالحكة الشبهات هي بالفعل يعني اليوم أنا في نحكي شو مكان بس أنا بالفعل ببين أنا وقت بيجي تألغي 17-20 يعني أنا عم بقضي على الثورة بالحكة بيحكي البدية اليوم الطبقة السياسية بيطلعوا بيحكوا بدن يقتصوا من الفاسد بدن يكافحوا الفساد وبدن يسترجعوا الأموال المنهوبة بيطلعوا بيحكوا جبران بسيل ونبيه بره وساعد الحاري كلهم بدن يكافحوا الفساد بس بالفعل شو عم بيصير على الأرض؟ بالفعل البلد مسروق بيطلعوا بيقولولك بدا نمحي إسرائيل من الوجود وبدن يحتل القدس بالحكة بالفعل بيروحوا بيرسموا الحدود بيحددوا الحدودة لإسرائيل بيعملوا معها بيشتغلوا تعملوا معها اتفاق يعملوا الحدودة الحكة شي والفعل شي بالفعل في إرادة لضرب 17-20 نحن ورح نخلي هيدا الشي يصير بالإمكانيات المتواضعة لعنا إياها أنا خدت أحمر عليهم يجاوبوا أنت خيأ أصلا مينك؟ يعني أنت مع مين حكيت أنت تجي تعمل كارنفال تعملوا فستيفال؟ ولا أنت بك تطلع تحكي؟ لا مش وصف حركة بيطلع يحكي؟ في قلة رموز هيدا الثورة لا ما هلني بيطلعوا بيحكوا؟ لا عندك كاريز مومينك ولا بتمثل؟ بس تلقين يخطفوا الثورة ويخدوها يعني تايقتلوها هو بيسمون كراكمار يعني هيدا بيجيبوه مثل طبع دفن الموت هجيين يدفنوا الثورة هيدا هيدا الشي لازم كل الناس تعارفوا بوجوه نظيفة وأنا رح أقول لكم كيف وجوه نظيفة نحنا ما فينا نحنا نصنف الناس اليوم في ناس مننا مع حدا هيدا الناس اللي مننا مع حدا إيدنا بإيدا وفي ناس بتحب زعمة بس ما عنده أجندة يعني اليوم في ناس بقلب الثورة بتلاقي واحد بيقولك أنا بحبه للسيد حسن بس سيد حسن قال له طلع من الشارع هو لا بده يعمل ثورة لأنه هوم آمن أنه فيه فساد بالبلد هيدا ما فيك تقل له أنت فل انت لأ هيدا بدنا يكون معنا وفيه ناس بتحب بشيري جبير وفيه ناس بتحب كذا بس هودا مع الثورة هوا لازم يكونوا بالثورة لأنه الثورة كل إنسان له حق يكون فيها بس يلي عنده أجندة فايت من خلال السلطة هودا كلهم بدون يتنظفوا ما رح نخلي يصير مثل مصار بالالفان وخمسة ولا مثل مثل مصار بالالفان وخمسة ولا مثل مثل مصار بانتخابات الالفان وثمانتاش التمويل بيقول لك ونحنا رجال أعمال نحنا شفنا سبعة كان قننا سبعة من سنتين كمان كان عنده تمويل وتطلع على الام تيفي ومتل ما كانت تطلع الام تيفي هلا هودا عم يطلع على الام تيفي كنا نسألهم قال والله هودا جماعة عند معهم مصاري وعندهم هوبي بدوا يساعدوا بلدهم وعملوا حزب اسمه سبعة طيب وينهم؟ وين راحوا هلا؟ لماذا بقى عم يطلعوا على التلفزيونات؟ لماذا بقى عم تستقبلهم التلفزيونات؟ تصارت عم تستقبل غيرهم؟ انا عم بعمل هيدا الفيديو تقول انه سبعة عشر تشرين في محاولة القضاء عليها نحنا مراح نسمح بهالشي هيدا بدا تكافة ما حدا فيه اختصرة فيه بيقدر يحكي باسم سبعة عشر تشرين يلي هو فعلا ضد الطبقة السيوسية وبدوا يغير هاي الطبقة السيوسية بالبلد بدوا يغيرها وبدوا يوقف الفساد جديا بلأ اي مساومة مش بنطلع بنسمى مينوه رئيس الوزراء طبع الثورة بيجتمعوا بنققوا اسم ياخي انت لعب انت اذا جبت رئيس وزراء اذا سميته جبوه رئيس وزراء وهاي الطبقة السيوسية لقطة مجلس النواب كله شو رح يطلع منه اذا عطوك وزير ووزيراء انت اذا ما الشعب اللبناني انتخبك واخدت اكترية وانت شكلت حكومة رح تقدر تغير شيء واذا الشعب اللبناني ما بدو ينتخبك روح عود ببيتك اذا الشعب اللبناني ما بدو اياك ومبسوط خلص خلينا نكمل هيك مع الجماعة ومع أولف الدين وخلي يصير الدولار مئة الف ومئتان الف واللي بيصير يصير واذا الشعب اللبناني بدو يغير بيروح بانتخبك بانتخب مجلس نيابة بيعمل مجلس وزراء بيعمل التغيير بيطلع بيقلك انا عم بسمى رئيس وزراء الثوراء خيكم نايب عندك انت تتسمى انت شو تقلك شو صفتك تتسمى رئيس وزراء كتير امور عم بتصير غلط كتير شوزات هلا اذا جيت حكيت بيقلك انت عم تخردق ما هذا الارجو ماو حطينو وطا ما حدا ينتقدون انت عم تخردق بالثورة اذا ما حكيت لأ بدا نحكي بدا نقول الحقيقة لي عجبوا عجبوا ما عجبوا ما عجبوا انا شخص لعندي اجندة ولا تابع لحدها ولعندي طموح سياسي اصلا انا عم بحكي لانه بدي بلدي يكون احسن انا بلدي انا بحب عيش بلبنان انا عم بحكي ماني موظف انا ولا مربوط بحده انا انا شخص بقدر اخد طيارة وفيلم لبنان بس انا بحب بدي ايش ببلدي وبيدي ايش بكرامة بدي ايش بكرامة وما بدي يكون في شواز ما بدي شوف واحد عم يسرقني ما بدي يكون قد بلدي دولة مرتة بدي انا شوف حالي ببلدي هيدا هو نضالنا في حدا عم ينزل كرميل لقمة عيشه وفي ناس عم تنزل كرميل كرامتك كل انسان عم ينزل كرميل شيء ثورة 17-20 بدي تكفي وبيدي تكفي بالناس الطيبة والناس القوادم وكل المجموعات التيب على السلطة بدا تطلع منه بدا تطلع مننا لهيدي الثورة بلشت الثورة اليوم بطلوا يسطحوا الاحزاب اقول لك نحنا الثورة نحنا عملنا الثورة بكل عين وقحة الثورة مكملة وانا حبيت مرق هيدا المساج بالناس الطيبة وكل واحد مخروق بدنا نسميه وبدنا ندل عليه بالاصبع وما رح نستحي من حدا هيدا مستقبلنا وهيدا حياتنا وتخرده اللي صار قبل وتخوزه ما رح نخليه سير ولا رح نخليه كفه وثورة سبعة عشر شرين بده تفرز اياداته وبده تخوض انتخابات وهي بده تغير السلطة بلبنان شكرا لكم